لم تخلو أي قائمة عالمية لصلاحية العيش أو لجودة التعليم أو الأمن أو الصحة من اسم العراق لكن في ذيلها بفعل حكومات الاحتلال المتعاقبة وهذا بنظر كثيرين نتيجة طبيعية لبلد يحكم بالحديد والنار من جهات تتبادل بينها اتهامات الفساد في النهار وتجتمع ليلا على موائد تقاسم المناصب والمصالح العراق ضمن قائمة أسوأ عشرين دولة في تصنيف الصحة العالمية الذي أورد نتائجه موقع Business Insider نقلا عن دورية Global Perspective المعنية بأبحاث ودراسات الصحة العالمية وبحسب مؤشر إنديغو ويلنس للرفاه الذي يغطي 191 دولة فإن العراق احتل المركز التاسع في سوء الأداء الصحي بسبب الإهمال الحكومي وقلة إنفاق الدولة على القطاع الصحي لم يكن التصنيف وحده الذي دق ناقوس الخطر على قطاع الصحة بل أقر وزير الصحة على العلوان بأن العراق يحتاج إلى ملياري دولار لسد النقص في الأدوية الذي تعاني منه المستشفيات لافتا إلى أن العبء المالي هو العقبة الأكبر أمام تطور قطاع الصحة في البلاد فالوزارة لم تتسلم خلال عام 2018 سوى 50% من الأدوية الأساسية التي لم تحتوي على الأدوية الخاصة بإنقاذ الحياة العلوان شدد على ضرورة توفير الأدوية الخاصة بعلاج السلطان والأمراض المستعصية وأكد أن الأموال التي خصصت للوزارة لم تكن كافية لسد الحاجة كون جزءا منها سيذهب لسداد الديون التي تبلغ 440 مليون دولار ما شكى منه وزير الصحة فنده النائب جواد الموسوي بالقول إن الفساد في الصحة يعد ثاني أكبر ملف فساد بعد وزارة النفط كما أن ميزانية الوزارة لا يوجه معظمها التوجيه الصحيح مستشهدا بمثال حي حول الأموال المهدورة في الوزارة يقول كثيرون إن القطاع الصحي في العراق سيواصل انهياره إن لم يعالج السبب الحقيقي وهو الفساد الذي بات ينخر مؤسسات الدولة كالسرطان وإي علاج ناجع مع السرطان سوى الاستعصال